المسيح قام بين الأنوات وطئ الموت بالموت وأهب الحياة للذين في القبور اليوم نصنع تذكار حاملات الطيب ويوسف الرامي ونيقوديوس يعني اللي اسمه يوسف إذا ما بعيده بالأحد الذي بعد الميلاد مع يوسف خطيب مريم بعيده اليوم هؤلاء طيبوا جسد يسوع قبل الدفن وجاءت النسوة صباح الأحد في مثل هذا اليوم لكي يطيبن جسد الرب في اليوم الثالث بعد الدفن وجدنا القبر فارغا من الجسد والأكفان وحدها وقال لهن الملاك أنتن تطلبن يسوع الناصري المسلوب قد قام ليس هو هاهنا واضح من كلام الملاك أن يسوع الناصري هو الذي صلب وليس آخر يشبهه لأن هذه الهرطأة من البداية كانت موجودة أنه في ناس يا لطيف مأمنين بيسوع وبيغاروا عليه حاشا أنه اليهود الكفر يداروه أو يصلبوه أو يهينوه بس أني ما فهمنين شو هو تدبير الرب الذي احتمل كل شيء من أجلنا النتاج الشوك الذي كل له به هو خطايانا ما كنا عم بيعمل الشغل إنه بس من أجل أن يتألم هو يتألم عنا نحن بس بدنا نحن نفهم الكتاب ماذا يقول وماذا يعلن لنا الله الملاك يؤكد أن الذي صلب هو يسوع الناصري وليس آخر يشبهه وأن يسوع الناصري المصلوب هو الذي كان في القبر ثاويا وأن يسوع الناصري المصلوب الذي كان في القبر قد قام حيا تاركا أكفانه علامة على قيامته وبالتالي العلام الفارقة على يسوع الناصري أنه هو المصلوب الكتاب واضح فيه آثار الصلب أبقاها يسوع على جسده من بعد قيامته ومش إن هيك منشوف أنه هو فرجايا للتلاميذ آثار المسامير والحربة وبيرجع في اليوم الثامن يؤكد لتومة أنه هو الذي صلب وأنه هو الذي مات وهو الذي قام أيضا حيا حتى يأكد أنه هو المصلوب عن الناس والمائت عنهم ليعطيهم الحياة فعلامة الصليب هي علامة افتخار المسيحيين لأنهم بالصليب صاروا أولاد الله الذين اجتراهم بدم ابنه الذي سال على الصليب وعلامة الصليب هي علامة غلبة المسيح على الجحيم وعلامة انتصاره على الموت وعلامة إبادة سلطة إبليس الصليب هو علامة ابن الإنسان التي قال عنها الرب نفسه هو اللي حكه قبل آلامه حين سأله التلاميذ عن يوم مجيئه وعن القيامة العامة قال حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء هني أكيد ما فهموا شو بيقصد بعلامة ابن الإنسان ولكن الآن صارت واضحة بأول الذهبي الفم ابن الإنسان هو السيد المسيح الذي عاينه دانيال النبي إذ قال كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرد تذكر هذا الكلام قال الملاك للعذراء مريم حين بشرها ولا يكون لملكه انقضاء علامة ابن الإنسان بكمل الذهبي الفم هي علامة الصليب الذي هو أبهى من الشمس وأصطع ضياء لأنه إن كانت الشمس تظلم وتخفى لكن الصليب يوضح ويظهر فلو لم تكن له أضواء كثيرة وأشد تلألؤا من أشعة الشمس لما كان عند ظهوره يخفيها ويستره هل أد علامة الصليب حتكون نيرا ومشرقا أكثر بهاء من الشمس حين يأتي الرب في مجده ويزيد ويقول لا يمكن للصليب أن يظهر ما لم يكن أكثر بهاء من الشمس لهيك بيقول للمؤمنين فلا يخجل التلميذ من الصليب ولا يحزن لأن الرب لما تحدث عن علامة ابن الإنسان فهو يتحدث عن علامة تظهر في مجد ماذا بالخفي تظهر في مجد في السماء ومشرق أكثر من الشمس فستظهر بكمل الذهبي الفم فستظهر علامة الصليب لتبكي ما جسارة اليهود سيأتي المسيح ليدين مشيرا إلى جراحاته كما إلى طريقة موته المملؤ عارا حينئذ كما يقول يحنى الإنجيل في الرؤية حينئذ تنوح كل قبائل الأرض فإنهم إذ يرون الصليب يفكرون كيف أنهم لم يستفيدوا شيئا من موته وأنهم صلبوه بدل أن يقدموا له العبادة لهك يا أحبة نحن ما منتزعزع بكلام من من الإنجيل أو بتفسير تشوه كلام الإنجيل لأننا راسخون بالإيمان في كلمة الله التي قالها الرب لهالسبب نحن نرسم إشارة الصليب بافتخار على أنفسنا وعلى أماكن تواجدنا وعلى طعامنا وشرابنا لاش منرسم إشارة الصليب بافتخار لأننا نعترف أن نؤمن كما الملاك بيسوع الناصري المسلوب مش بغير المسلوب مثل الضالين شهد يهوى وثانياً أننا نؤمن بقوة الصليب التي محت الموت وأبطلت قدرة الشيطان وهكذا عندما نرسم إشارة الصليب نتحصن بقوة الصليب فقوة الصليب تطرد الشيطان وتهزمه ونحن أيضاً بذلك نعترف بأن المسيح بصليبه أحيانا فنقلنا من الظلمة إلى النور ومن الأرض إلى السماء وأننا بصليب الرب أصبحنا أقوياء بعد أن كنا ضعفاء نرسم إشارة الصليب عندما نريد أن نمجد الله ونرسم إشارة الصليب عندما نخشى أمراً ما ونرسم إشارة الصليب عندما نشعر بأن هناك نجاسةً أو شرًا في المكان لأن إعلامة الصليب يُطرد الشيطان بيقول إديس إغناطيوس بطريارك أنطاكيا الذي استشهد بالمئة سبعة سنت المئة سبعة قال لأهل أفسوس إن الصليب هو رافعة رافعة يسوع المسيح التي تجعل المؤمنين حجارةً لهيكل الآب يعني الصليب هو الذي يرفعنا وبعلمنا الإديس إمبروسيوس أنه يجب علينا حال استيقاظنا أن نشكر المسيح ونؤدي كل عملنا اليومي بعلامة الصليب لأن هذه هي علامة الانتصار لهيك بأولي الذهبي الفم أن هذه العلامة المباركة العجيبة صار الناس يتنافسون على وضعها في كل مكان كريم ومكرم ويحملونها يومياً ويرسمونها على أجسادهم كما على أجساد الذين بهم أرواح نجسة لأن علامة الصليب هي هيبة عجيبة ونعمة لا يعبر عنها فالصليب أظهر ألوهية المسيح لما انتصر بالموت وبالصليب أشرق نور المسيح في القبر المظلم فالنسوة اللواتي أتينا ليبكينا امتلأنا غبطة وبدل ما يشوفوا القبر مظلماً رأوه نيراً واللواتي كان الحزن يجرح قلوبهن ارتكضنا من الفرح مش إن هيك لما نؤمن بأن يسوع الناصري المسلوب هو إله ورب متل ما بيقول بولوس الرسول إلى أهل روميا منكون نحن نشير إلى مصدر فرحنا أن المسيح قد مات عنا وقام وأنه أحيانا هيك نحن لا نفتر عن الهتاف مش بس طيلة الأربعين يوم في كل أيام العام بأن المسيح قد قام حقاً قام